عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي جلسة مباحثات رسمية مع معالي لورنس وونغ رئيس وزارة سنغافورة في مقر البرلمان السنغافوري وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية والجهود المبذولة لتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لكل البلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والجهود التي يبذلها البلدان على جميع المستويات للمضي قدما بالعلاقات الراسخة بينهما إلى أفاق أوسع من التعاون في مختلف القطاعات الحيوية كما شهد سموه ورئيس الوزارة السنغافوري مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين الجهات ومؤسسات إماراتية وسنغافورية في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية ترجمة نانسي قنقر